موسيقى الرئيس أسيسي وجه باهتاحة وحدات سكنية مخفضة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة كنائس التقديم الغرضي في مصر تحتفل بخداس عيد الميلاد بوتني أكد أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني وكيف تواصل شن الهجمات على مراكز القيادة الروسية الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلاً بحضراتكم اقتمع الرئيس عبد الفتاح أسيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لاستعراض نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الوزري المصري إلى تنزانيا فضلاً عن الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد كذلك استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة خاصة موقف الأعمال بالأحياء السكنية المختلفة ومنطقة حي المال والأعمال فضلاً عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور والعمل في منطقة النهر الأخضر وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بإتاحة وحدات سكنية بنسبة تخفيض ملائمة للموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بمشروع الإسكان المتميز في الحي السكني R3 وفي إطار الحزمة التحفيزية المقدمة من الدولة للعاملين بالقطاع الحكومي في العاصمة الإدارية كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات العمل لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ومنها مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بسيناء في محيط جبالي موسى وسانت كاترين والذي يضم سلسلة من المشروعات التنموية المتكاملة ووجه الرئيس السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع لتكون متصقة مع سمتي ومكانت تلك البقعة المقدسة من أرض مصر ولتقديمها للإنسانية ولجميع الزائرين من شتى بقع الأرض على النحو الأمثل تقديرا لقيمتها الروحية الفريدة كما تبع رئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضري اللائق للقاهرة بما فيها عملية التطوير الجارية في منطقة سور مجرى العيون ومنطقة مثلث ماسكيرو إلى جانب المراحل التنفيذية الجديدة لمشروع ممشى أهل مصر على ضفتي كورنيش النيل انتدادا من كبري مبابا إلى كبري تحيا مصر شمالا ومن كبري 15 مايو حتى كبري قصر النيل جنوبا كما اطلع الرئيس السيسي أيضا على الموقف المالي لهئة المجتمعات العمرانية الجديدة وليت تخصيص الأراضي بها إلى جانب رؤية تطوير الهيئة خلال السنوات العشر المقبلة ترجمة نانسي قنقر يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لوضع اللمسات الأخيرة للحوار الوطني للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس كريم بعد التحية هل تطلعنا على الجديد لديك؟ نعم دحياتي لكم في السودي ودحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل اليوم هي الجلسة الثامنة عشر للحوار الوطني والذي يقع تحت المظلة الرئيسية وهي الطريق نحو الجمهورية الجديدة وخلق المساحات المشتركة بين جميع القوى المدنية داخل جمهورية نصف العربية مباما هذه الجلسة اليوم هي جلسة مصطلية وهامة جدا لأن بعد هذه الجلسة تتبدأ الحوارات الحصيصية والمقاشات الحصيصية لجميع الملفات المختلفة التي تناولها الحوار الوطني للوصول لحلول وقعية يتم تنفيذها على أرض الواقع بمشاركة جميع الرؤى من داخل الأراضي النصفية نتحدث عن عدة محاول ثلاثة محاول رئيسية والمحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي كل محور من هذه المحاول له عدد من اللجان هذه اللجان تصل عددها إلى تسعة عشر لجنة هذه اللجان تناقش مئة ملف مختلف هذه الملفات يتم مناقشتها على مدار ربما كل ملف منهم يحتاج إلى أربعة إلى خمسة جلسات حسب أعضاء الحوار الوطني ولكن ربما الأهم اليوم يجري الآن وهي ربما الجلسة الآن يتم النقاش فيه حول اختيار الأعضاء الأبرز لهذه اللجان وتم وضع بعض المعايير المختلفة هذه المعايير تتم على أساسها اختيار أعضاء المشاركة في هذه اللجان من أهم هذه المعايير بالطبع هي الترسيحات الخاصة بالقوة المجتمعية المدنية ترسيحات الخاصة بالجهات المعنية من الوزرات وغيرها ولكن أيضا هناك معايير مثل حسنة السير والسلوك السمعة الجيدة وأيضا الخبرة المختلفة في المجالات وهي هذه النقطة الأهم هي التبادل الخبرات المختلفة جميع الملفات للوصول لحلول يتم تنفيذها على أرض الواقع يتم عرض هذه الخلول فيما بعد على مجلس النواب ومجلس الشيوخ منها من سيكون طريق لإجراء التشفيعات المختلفة لتنفيذها ومنها من سيتم تنفيذه بالفعل على أرض الواقع من الجهات التنفيذية وبالطبع كل هذا سيتم عرضه على رئيس عبد الفتاح السيسي أيضا لمشاركة مجتمعية لمشاركة مجتمعية وتنفيذية وسننتظر بالطبع في نهاية اليوم هذه القرارات التي تخرج بيعني بعض الشخصيات التي ستكون سيكونون هم الأعضاء الأساسيين في هذه اللجانة 19 لجنة رئيسية لمنقشة مئة ملفة تبدأ هذه النقشات في الفترة المقبلة بإذن الله والآن عوضا إليكم أشترك شكرا جزيلا كريم ببرس مراسل التلفزيون المصري من داخل مقر إقامة الحوار الوطني أعربت مصر عن خلص التعازي لجنوب إفريقيا في ضحايا حدث انفجار ناقلة غاز في مدينة جوانسبرغ ما أصفر عن عدد من القتلى وعشرات المصابين وفي بيان صاد عن وزارة الخارجية أكدت مصر وقوفها إلى جوار حكومة وشعب جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة في هذا الحدث المروع معربة عن مواساتها لأسر الضحايا وخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين أقامت الكنائس التي تتبع تقويم الغربية قدس عيد الميلاد إعلانا بانتهاء الصوم مراسم قدس عيد الميلاد شهدت حضورا كثيفا من المحتفلين لتبعث رسائل سلام للعالم أجمع بهذه الروح الاحتفالية التي تتزين بالأضواء وأشجار عيد الميلاد والشموع ومع دقات أجراسي كنيسة السيدة العذراء مريم الاستريان الأرثو زكس بيوم رابع والعشرين من ديسمبر أقيم قدس عيد الميلاد المجيد لعام 2023 ضمن احتفالات الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر ومعه ينتهي صوم الميلاد نحن من مصر أرض الأحرامات الشامخة والتراب المبارك اللي بيمر في النيل العظيم بنقول نحن أبناء السلام نحن أولاد التعايش والمسامحة بين كل أطياف المجتمع المصري من مسيحين ومسلمين بكلمات الشكر والصلوات أقيم قدس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة السريانية وسط حضور كبير للشعب والمهنئين مع اتباع الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد بين المصلين والمطهرات والنظفة العامة فيما يأتي القدس بعد عشر أيام من الصيام لأبناء الكنيسة السريانية كل رسالة السيد المسيح هي رسالة سلام ورسالة حب أتمنى من قلبي كل السلام لبلادنا الحبيبة وللرئيس البلاد الرئيس العظيم بحبد الفتاح السيسي لمحبته وتهنئته العظيمة لكل رؤساء العالم فالكنائس في مصر تختلف في احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد بين التقويم الشرقي والغربي فتحتفي الكنيسة الكاثوليكية في الخامس والعشرين من ديسمبر بفارقي ثلاثة عشر يوماً عن الكنيسة الأرثوزوكسية التي تحتفي في السابع من يناير المقبل كما احتفلت قدرائية وجميع القديسين الإسقفية بالزمالك بقداس عيد الميلاد وفقاً للتقويم الغربي وكانت الكنيسة الإسقفية قد تزينت بأشكار كريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي تم باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب الحقيقة فرح عظيم جداً أنه نشعر أننا كيان ونسيج واحد في المجتمع المصري رائع جداً طبعاً أن أخي وصديقي الشيخ سيد عبد الكريم موعانا وبيهنينا بالعيد الأظهر الشريف حاضر معانا في أمور كتير الكنيس المسيحية المختلفة بتهنينا بالعيد الدولة بتهنينا بالعيد فرحة كبيرة أننا نحس أن العيد السنة فيه وحدة ومحبة وشركة وتجمعنا جميعاً هي رسالة اليوم رسالة الكريسمس رسالة عيد الميلاد هي رسالة المحبة رسالة السلام لأن الملاكة ما بشروا قالوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة ويمكن دي مشيئة ربنا أن العالم يكون في سلام دائماً وأبداً مصر هي مصر بمسلميها وبمسيحيها دائماً وأبداً في روح الود والوئام والتسامع نحن دائماً تربينا وكبرنا وطلعنا جرجس جنب محمد وجنب السيد أخو يسامي جنب أحمد كلنا إخوة في الله رسالتي في العيد دا رسالة لكل الناس التعبانة وناس الكئيبة وناس الحيرانة أنه صلاة قلبين وربي يزون في الوقت العصيب دا بفرح حقيقي فرحة سلام كما شهدت الكنيسة الكاثوليكية في الغردقة قدس أعياد الكريسمس باللغتين الفرنسية والإيطالية واصطح حضور كبير من الجاليات المختلفة بالبحر الأحمر تزينت الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة لقداس أعياد الكريسمس للأجانب باللغتين الفرنسية والإيطالية واصطح حضور كبير من الجاليات المختلفة في البحر الأحمر القداس الذي جاء واصطح حضور كبير من السياح والأجانب المقيمين في مدينة الغردقة ترأسه القس ماريو باللغتين الفرنسية والإيطالية وحرصت فنادق الغردقة على الاحتفال بعيد الكريسمس بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية وتزينت الفنادق بمجسمات بابا نويل بزيه الأحمر الشهير ممتطيا جملا ليقوم بتوزيع الهدايا على السائحين والأطفال الصغار على الشواطئ واستفرحة وتبادل للتهاني هي إذن أجواء عيد احتفالية شهدتها مدينة الغردقة بحضور مميز من السائحين من مختلف دول العالم قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني غير أن كييف ودعميها الغربيين رفضوا الانخراطة في محادثاتها وتهم بوتين الغرب بالسعي إلى تقسيم روسيا لفتا إلى أن بلاده تتحرك في الاتباه الصحيح في أوكرانيا وذلك بعد أكثر من عشرة أشهر من العمليات العسكرية الخاصة التي تقوم بها في أوكرانيا كما قال بوتين إنه متأكد مئة بالمئة من أن الجيش الروسي سيدمر نظام الدفاع الجوي باتريوت الذي ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا به أكد المدير العام للوكالة الدولية لطاقة ذرية رفايل جروسي أن الخطة الأممية المقترحة بوقف القصف من وإلى محطة زابوريجيا ستساعد في منع وقوع أي حادث نووي بالمنطقة وأشار جروسي إلى إحراز تقدم في جهود الدولوماسية الرامية لإنشاء منطقة حماية للأمان والأمن النوويين حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وفيما له صلة أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تستعد لنشر فرق الوكالة على أساس مستمر في أربع منشآت النووية أوكرانية من بينها موقع تشيرنوبل أعلنت سلطات اللوهونسيك أن القوات الأوكرانية بدأت تنشر قوات إضافية في دونباسا وقالت السلطات أن تلك الخطوة جاءت بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها قوات الأوكرانية وعدم فاعلية أسلحتها وتقوم قوات الأمن الأوكرانية بقصف مدينة سفاتوفو من أنظمة الإطلاق الصرخي الأمريكي هاي مارس في محاولة لاختراك الدفاعات في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم دونسكا بجنوب أوكرانيا أن سبعة أشخاص أصيبوا جراء قصف روسي لأهداف مدنية في الإقليم خلال الساعات الماضية في السياق ذاته ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في دينبرو بوتفسك أن الجيش الروسي قصف الليلة الماضية مدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة مضيفة أن ممثل خدمة الطوارئ الحكومية يقومون بفحص المناطق المتضررة وتحديد عواقب الهجوم قام وزير الخارجية الأوكرانية ديمترو كليبا وصفراء أوكرانيون بزيارة عمل إلى مدينة ميكولايف للوقوف على حجم الأضرار والمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية عن الإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف القول إن الوفد قام بالزيارة حوض ميكولايف لبناء السفن كما تفقد الوزير والسفراء المبانية المتضررة التابعة للإدارة العسكرية الإقليمية في ميكولايف وفندقا بالمدينة كما شاهد الوفد أيضا المبانية المدمرة للبنية التحتية التعليمية أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية ضربت الليلة الماضية أربعة مواقع قيادة للقوات الروسية فضلا عن ثلاث مناطق ارتكاز للأفراد العسكريين ونظام صواريخ S-300 المضاد للطائرات وقالت الهيئة أنه على مدى اليوم الماضي شنت القوات الروسية خمسة ضربات صاروخية وجوية كما نفذت أكثر من تسعين هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة على أهداف مدنية في خرصون ما أدى إلى مقتل مدنيين على الرغم من برودة الأجواء التي تصل إلى حد التجمد في أوكرانيا في هذه الأوقات من العام إلا أن ذلك لم يمنع الأحداث هناك من السخونة الناتجة عن لهيب القذائف والمدافع في شرق أوكرانيا لا تزال الضربات الروسية مستمرة على باخمود التي يحاول الروس السيطرة عليها منذ الصيف وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية وفي خرصون جنوبا تصاعدت ألسنة اللهب من السوق الواقعة في قلب المدينة التي تمكن الجيش الأوكراني في الحادي عشر من نوفمبر من استرجاعها وذلك بعد ثمانية أشهر من السيطرة الروسية عليها الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينيسكي أدان القصف الروسي الذي وصفه بأنه إرهابي على مدينة خرصون في جنوب أوكرانيا حيث قتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وقرح خمسة وخمسون آخرون على الجانب الآخر ألقت الإدارة الإقليمية في خرصون التي عينتها موسكو باللوم في الهجوم على الجيش الأوكراني منتقدة ما وصفته بالاستفزاز الذي يهدف لإلقاء اللوم على القوات المسلحة لروسيا الاتحادية وخرصون هي العاصمة الإقليمية الوحيدة التي سيطرت عليها روسيا منذ بدء عملياتها العسكرية قبل عشرة أشهر مضت ومنذ ذلك الحين تقول كييف إن القوات الروسية تقصف المدينة بشكل مكثف عبر نهر دينيبرو قال رئيس مجلس النواب الروسي الدوماف ياشيسلاف فولودين إن المجلس يعد تشريعا بزيادة الضرائب على من غادروا البلاد منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي وفي أوال أكتوبر الماضي ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية في روسيا أن ما يصل إلى 700 ألف فروا بعد إعلان التعبئة في سبتمبر لإستدعاء ما يصل إلى 300 ألف للقتال أعرب الرئيس الألماني فرانك فالترشينماير بمناسبة عيد الميلاد عن تمنياته للجميع بالسلام في العام الجديد دعيا مواطنيه إلى إظهار التضامن مع أوكرانيا وأكد الرئيس الألماني أن الدعم لشعب أوكرانيا يعد ضرورة إنسانية لفتا إلى أنه لا يرى نهاية سريعة للحرب الروسية في أوكرانيا على حد وصفه دعا البابا فرانسيس إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا منددا باستخدام الغذاء كسلاح في النزاع وفي رسالات التقليدية بمناسبة عيد الميلاد دعا البابا إلى إسكات الأسلحة ووضع حد فوري لهذه الحرب مضيفا أن الحرب تسبب الجوع وتستغل الغذاء نفسه سلاحا لها مدره 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 قالت شركة جاز بروم الروسية أنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم وهو ما يتماشى مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القارلة الماضية ويظل خط العبور عبر أوكرانيا هو الطريق الوحيد لنقل الغاز الروسي إلى دول غربي ووسط أوروبا وتم وقف الضخة عبر خط نورسترين بشكل تام بعد تعرضه للتفدير قبل فترة كشف وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف عن أن بلاده ستبحث عن أسواق جديدة للنفط الروسي بعيدا عن الغرب كما تبحث عن لوجستيات بديلة حتى إذا كانت أكثر تكلفة وضف الوزير أن روسيا لن تغضع لصقف السعر الذي حددته الدول الأوروبية مشهلا إلى أن بلاده قد تضطر إلى الحد من حجم الإنتاج وتواجه روسيا حزمة متزايدة من العقوبات الغربية منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا في فبراير الماضي وكان آخر تلك العقوبات ما أقره مسؤول للتحاد الأوروبي في الثالث من ديسمبر بتحديد صقف لسعر الخام الروسي عند ستين دولارا للبرميل حذر مجلس الخبراء الاقتصاديين الألماني من أن تضخم من المرجح أن يظل مرتفعا وأن يواصل الضغط المالي على ألمانيا لمدة عامين آخرين بسبب تأثير الصراع الروسي الأوكراني كما أعرب المجلس عن مخاوفه من أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء ودع الحكومة إلى إبقاء المحطات النووية الثلاثة المتبقية في البلاد عاملة لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام أخرى واستقر التضخم في ألمانيا في خانة العشرات لمدة ثلاثة أشهر متتالية حيث بلغت قراءة نوفمبر 10% بدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتبح التضخم تنعكس على أرقام الاستهلاك في موسم أعياد نهاية السنة وكشف مؤشر الاستهلاك أن التضخم تبطأ بشكل كبير لكن ذلك رافقه طباطء في الاستهلاك ما قد يكون تمهيدا للرقود المتوقع العام المقبل بعد مرور تسعة أشهر بدأت الإجراءات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مسبقا لإبطاء النشاط الاقتصادي عن طريق رفع أسعار الفائدة وبالتالي كبح التضخم لتترجم تلك الإجراءات في أرقام المؤشرات إلا أنها لم تثني الأمريكيين عن الاستهلاك أيضا في موسم أعياد نهاية العام مؤشر الاستهلاك كشف أن التضخم تباطأ بشكل كبير في نوفمبر في الولايات المتحدة لكن ذلك رافقه طباطء في الاستهلاك مما قد يكون تمهيدا لركود المتوقع العام المقبل المؤشر أشار إلى تراجع تضخم في نوفمبر إلى 5.5% خلال عام واحد مقابل 6.1% في أكتوبر في حين يحاول الاحتياطي الفيدرالي خفضه إلى 2% يعتبر انقفاض تضخم نبأا جيدا للقوة الشرائية حتى أن هذا تسبب في انتعاش لمستوى ثقة المستهلك أكثر مما كان متوقعا في ديسمبر ومع ذلك مزالت هذه الثقة منخفضة للغاية وسمح الاستهلاك محرك النمو في الولايات المتحدة والذي ظل قويا حتى الآن سمح لإجمالي الناتج المحلي بالارتفاع بنسبة 3.2% على أساس سنوي في الربع الثالث بعد فصلين من الانكماش لكن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بقوة على قطعات محددة لا سيما العقارات وأعلن اتحاد وكلاء العقارات أن حجم إعادة بيع المساكن تراجع في نوفمبر للشهر العاشر على التوالي للمرة الأولى منذ بدء جمع هذه البيانات عام 1999 وفي الواقع ارتفعت أسعار الفائدة على قروض المنازل منذ بداية العام في إطار تجديد السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي لمكافحة التضخم ذكر الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات عسكرية في البحر والمجال الجوية قرب تايوان ردا على ما وصفه باستفزازات أمريكية وتايوانية لم يحددها وذكرت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني في بيان أنها ستتخذ كل القطوات الضرورية للدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها دون ذكر مزيد من التفاصيل ساد الهدوء أجوى فرنسا عقب تظاهرات غاضبة قام بها الأكراد احتجاجا على مقتل ثلاثة أكراد وإصابة ثلاثة آخرين في حدث إطلاق نار وسط العاصمة باريس عاد الهدوء إلى فرنسا عقب تظاهرات كبيرة قام بها ممثل الجالية الكردية في فرنسا للمطالبة بأجوبة بشأن مقتل ثلاثة أكراد في العاصمة الفرنسية حيث ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 69 عاما متهم بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين وفي أعقاب اشتباكات بين حشد غاضب وشرطة في فرنسا دع المجلس الديمقراطي الكردي إلى التجمع في ساحة الجمهورية وسط تحذيرات من أن ما يحدث سيعود تبعاته على الكثير من المهاجرين في العاصمة الفرنسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من جانبه استنكر حادث إطلاق نار في العاصمة باريس أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين واصفا إياه بالهجوم المشين الذي استهدف أكراد فرنسا وأضاف أن كل التعاطف مع الضحايا والأشخاص الذين يكافحون من أجل العيش مع أسرهم وأحبائهم كما قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمالان إن المسلح الذي أطلق النار على مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة في باريس استهدف الأجانب بشكل واضح مستنكرا في الوقت نفسه التحول العنيف المفاجئ في الاحتجاج مكتب المدعي العام الفرنسي أعلن أنه بعد استجواب المشتبه به وجهت إليه تهم تشير إلى أن هناك دافع عنصريا ولكن تم وقف الاستجواب في وقت لاحق لأسباب طبية ونقل الرجل إلى وحدة للأمراض النفسية ألغت شركات طيران نحو 2700 رحلة بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن عطلت عواصف شتوية عاتية العمل بالمطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلة الجوية أنه جرى تأخير 6200 رحلة في المجمل عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة تؤدي لإغلاق الطرق وإلغاء وتأجيل آلاف الرحلات الجوية فيما طلبت السلطات من السكان البقاء في بيوتهم بعد انخفاض درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق وأدت العاصفة التي اجتاحت معظم أنحاء الولايات المتحدة إلى مقتل عدة أشخاص بسبب حوادث سير وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران ومن المتوقع أن تسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة وأدت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط الوطلات لملايين الأمريكيين في واحدة من أكثر مواسم الصفر ازدحاما خلال العام وقال مسؤول كبير في مقاطعة إيري بولاية نيويورك إن نحو 500 شخص تقطعت بهم السبل داخل سياراتهم وتم استدعاء الحرس الوطني للمساعدة في عمليات الإنقاذ وقال مسؤولون إن عددا كبيرا أصيب في حادث تصادم بين 50 سيارة خلال عاصفة ثلجية تسببت في إغلاق الطريق بالقرب من توليدو بولاية أوهايو وتم إجلاء السائقين والركاب الذين تقطعت بهم السبل بواسطة الحافلات حتى لا يتجمدوا داخل سياراتهم ودفع تقص القاس السلطات في أنحاء البلاد إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة بينما تسعى جاهدة لتوفير مزيد من المساكن المؤقتة للمشردين أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين أنها لن تنشر بعد الآن البيانات اليومية للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بدون أن تقدم أي تفسير وأرجعت مصادر عدة ذلك إلى عدم دقة البيانات منذ رفع بكين لتدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في السابع من ديسمبر حل الشتاء وغطى الضباب السماء وأرويقة السلطات الصحية في الصين قرارات دون تفسير بشأن كورونا أعلنتها لجنة الصحة الوطنية في الصين بالتوقف عن نشر البيانات اليومية للإصابات والوفيات بالفيروس التي دابت على إصدارها منذ عام 2020 لجنة الصحة الوطنية قالت إنها لن تنشر معلومات يومية عن الوباء وأضافت أن المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها سينشر المعلومات المتعلقة بالوباء لأغراض مرجعية وبحثية من دون تحديد نوع البيانات التي سيتم نشرها من قبله أصوات من بكين رأت أن هذه الإحصاءات لم تعد تعكس مدى الموجة غير المسبوقة من العدوى التي ضربت الصين منذ رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في السابع من ديسمبر في السابق كانت اختبارات بي سي آر شبه للزامية تساعد على تتبع المنح الوبائي بشكل موثوك لكن المصابين باتوا يجرون الآن اختبارات ذاتية في المنزل ونادرا ما يبلغون السلطات بالنتائج مما يحول دون الحصول على أرقام موثوقة التباين الواضح في منحن الإصابات أكدته مراكز إحراق الجثث التي أكدت تدفق عداد كبيرة من الجثث بشكل غير اعتيادي رغم البيانات الضعيفة عن الوفيات ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطب المخبري والمناعة دكتور رياض بعد التحية برأيك كيف أثر قرار بكين رفع التدابير الصحية الصارمة المتعلقة بسياسة صفر كوفيد في ارتفاع أعداد الإصابات المحلية بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية مرحبا شكرا لشتافتكم وأهلا بسادة المساهدين في الحقيقة أن رفع هذه القياسة والحظر الذي كان موجود والإخلاق في سكان والشعب ليس ملقح بشكل كافي هناك فقط أقل من أرمي بالمئة من الكوكبار السن في أصين عندهم الملقحين بالسينوفار أو السينوفاك يعني اللقاحين الفينين الذين اللجاني التخدماني هناك وفي أيضا بقية الشعب أيضا هناك عدم تعرض دوري كما حصل في كل بقاء العالم تقريبا مع هذا البلاد التي كانت تطبق هذه السياسة هناك تعرض دوري للفيروس يعني كل فترة هناك موجة أولى موجة ثانية موجة ثالثة وهكذا فهذا يؤدي إلى وجود أشخاص كثيرة عندها حصلت إطابة ليس من وقت طويل وعندها أضاد وعندها حماية نفسية أما عندهم فليس هناك حماية أبدا تقريبا أو ليست أبدا ولكن ضعيفة وبالإضافة إلى عدم تعرض هذا الشعب إلى الفيروس بشكل دوري هل العاملين مع بعضهما أداء إلى إجدياد سريع ومضطرد ومتوقع أصلا في عدد الإطابة اليومية الجديدة في الكوفيد والحقيقة العداد حائلة يعني لا تصدق في يعني قرأت في كينداو فقط هي مدينة واحدة في خمسينة ألف حالي يعني في يوم ما ولذلك فين لا تريد أن تفزع شعبها ولا العالم أيضا لأن العالم يتأثر بالصين إن كان اقتصاديا وإن كان صحيا أصلا الصين عندها المفروض أن الكوفيد قد بدأ وقد انتشر لكل الحال العالم فإذا أدت هذه الزيادة الكبيرة في أعداد الحالات وهذا يعني زيادة كبيرة في تكاثر البيروس إلى ظهور سلالة جديدة فتكون يعني ولو كان هذا الاحتمام ضعيفا أكثر أكثر طوعة وخطرا فهذا شيء سيكون كارثيا لكل العالم وليس بطلق الصين صحيح فالموضوع إذن يعني يعني كل الناس يجب أن تقدم الصين من قدر الإمكان المعلومات عن ما يحدث ويجب عليهم أن يستخدموا اللقاحات الموجودة في البلاد الأخرى يعني إن كان اللقاح بفايدر أو موديرنا أو أي لقاح آقص وليس فقط الاعتماد على اللقاحات المحلية يعني فقط بالعناد لأن الموضوع الصحي يعني يتعلق بشعبهم وفي كل شعب العالم صحيح الدكتور رياض درقاوي المتخصص في الطيب المخبري والمناعة كنت معنا من باريس شكرا جزيلا لك أدى نهيار في منجم ذهب في منطقة تشينبيانج شمال غرب الصين إلى احتجاز ثمانية عشر عاملا تحت الأرض حيث يبذل رجال الإنقاذ جهودا للوصول إليهم وانتشالهم وأفادت وكالة أنباء الشيخواء الصينية أن عملية إنقاذ تجري لانتشال ما تبقى من عمال المنادم العلقين حيث ثم انتشالوا 22 عاملا ولكن 18 أخرين لا يزلون محاصرين أعلنت حكومة سلفادور شن عملية أمنية على تجار المخدرات في منطقة بمدينة سانت سلفادور في إطار محاولة البلاد لمحاربة العصابات الإجرامية قبيل الاحتفال بعيد الميلاد وقال الرئيس ناجيب بوكيلة أن ألف جندي ونحو 130 شراطيا يشاركون في عملية في منطقة توتو ناشيبا الفقيرة واعتقلت قوات الأمن 23 شخصا من المشتبه بأنهم مجرمون في تلك المنطقة الوقاعة في العاصمة سلفادور والمعروفة بتجارة المخدرات والتي شهدت بالفعل تدخولا عسكريا في أكتوبر 2020 وكذا أنه سيتم استقصال جميع الإرهابيين ومهرب المخدرات وأعضاء العصابات من هذه المنطقة انطلقت اليوم انتخابات أعضاء المجالس البلدية في سلطنة عمان وذكرت وكلة الأنباء العمانية أن عدد الناخبين الذين يحقوا لهم التصويت بلغ 731.767 ناخبا وناخبة لاختيار أعضاء المجالس البلدية سلطنة عمان لاختيار أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة من عام 2023 إلى 2026 عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات بلغ 731.767 ناخبا وناخبة عبر تطبيق انتخب فيما بلغ عدد المترشحين 727 مترشحا منهم 27 امرأة لاختيار 126 ممثلا ويتكون المجلس البلدي في فترته التي تمتد أربع سنوات في كل محافظة من رئاسة المحافظة وعضوية أعضاء معينين بصفاتهم الوظيفية وأعضاء منتخبين يمثلون الولايات التابعة للمحافظة بواقع أضوين عن كل ولاية واثنين من دول كفاءة والرأي من أبناء المحافظة على أن لا يكون موظفين في إحدى وحدات الجهاز الإدري للدولة وتختص المجالس البلدية بإداء الرأي بشأن مشروعات خطة التنمية في نتاق المحافظة وأداء فروع الوحدات الحكومية الخدمية والمواقع المقترحة للمشروعات التنموية والخدمية والاقتصادية وكذلك إداء توصيات المتعلقة بالصحة العامة والمشاركة مع الجهات المختصة في تقرير المنفعة العامة بمجال المشروعات التنموية وكان النخبون العمنيون في الخارج قد صوتوا في الثامن عشر من ديسمبر الجاري لمن يمثلهم في عضوية المجالس البلدية من خلال التطبيق الذكي انتخب موسيقى 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 كما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا بعنوان المسئولية المجتمعية للشركات وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني ونقش الصالون عددا من المحاور أبرزها دور المسئولية المجتمعية للشركات وأشكال تلك المسئولية وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسئولية المجتمعية هذا وتضمنت ورشة المسئولية الاجتماعية للقفاء الخاص عددا من التوصيات من بينها إنشاء قواعد بيانات لخدمة مؤسسات المجتمع المدني ومشروعات الحكومة ودرست تعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عندنا ثقافة في المجتمع المدني هي الثقافة التطوعية والخيرية ما بنبصش في المجتمع المدني دايما الثقافة التنموية الحقيقية إزاي ننمي مواردنا عشان نقدر نعمل مشروع تاني إزاي ننمي مواردنا عشان نقدر نقدم الشريحة دي من المجتمع إزاي نقدر نعمل استمرارية لقطاع زي قطاع الصحة والتعليم وخلافه فدي نقطة مهمة جدا لدينا نتكلم فيها الشركات الصغيرة النهاردة محتاجة أن هي تتسند ويتوقف جنبها بصورة تعلمها وتوعيها وتنقلها من مرحلة المكسب بحد الكفاف للمكسب المربح المريح اللي يخليها تطور من نفسها عندنا مثلا فيه مهن كتير جدا جدا في مصر ما زالت معتمدة يعني خلينا نقول محلك سر ما زالت معتمدة على الحاجة اللي بتجيلها علشان تقدر تعملها ما بتتنقلش خطوة قدام إلا إذا جالها حد الحد ده قادر على أنه هو يتبنى فكر هذا المصنع ويبدأ يتنقل به المرحلة التانية مش بس لخدمة شغله الخاص لا كمان لخدمة البيئة والمجتمع ده وبيبقى عنده هدف من وراء الوصول للمنطقة الوضع الحالي طبعا واللي كلنا بنمر به الوضع الاقتصادي الأزمة العالمية هو تحدي كبير جدا بيواجه ملف المسئولية المجتمعية للشركات طبعا الشركات بشكل أساسي لما بتشتغل على فكرة المسئولية المجتمعية لازم يكون عندها فقط كبير من الأرباح فبنان عليه لما بيكون فيه أزمة اقتصادية أو أزمة عالمية كلنا بنمر بيها هيسبب انكماش كبير في المعطويات أو المخرجات اللي ممكن تقدمها الشركات لملف المسئولية المجتمعية 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 المدنية المجتمعية 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 هذا ملموس لكل بينزل الكرة الأكثر احتياجاً في مصر أو الكرة الخاصة بحياة كليمة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ اتباعاً مطالباً بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرق وفق ترتيبها بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ على رأسها ما يخص السلع الغذائية وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع خلال يومي الأربع والخميس الماضيين بما قيمته نحو 300 مليون دولار تضم السلع الغذائية والزيوت والبوكوليات واللحوم والأعلاف نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء رسماً معلوماتياً حول الدول الأكثر استقبالاً لتحولات العاملين بالخارج وجاءت مصر في المركز الخامس عالمياً ضمن أعلى الدول استقبالاً للتحولات العاملين بالخارج في آخر تقديرات العام 2022 ومن المتوقع أن تسجل التحولات 32 مليار دولار في حين جاءت الهند على رأس القائمة بإجمالي 100 مليار دولار أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفعل أن تقلبات المناخ المتزيدة والصرعات والتوترات الجيوسياسية والأفاق الاقتصادية القائمة وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية والقيود المفروضة على الصادرات لا تزال تشكل تحديات لاستقرار أسواق السلع الغذائية العالمية ورصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ قرار بمجلس الوزراء تقرير الفاو حيث أشار إلى أنه مع توقعات بتحقيق إنتاج قياسي للقمح ونمو أبطأ في الاستخدام من المقرر أن ترتفع مخزونات القمح العالمية في 2022-2023 كما أنه من المتوقع أيضاً أن تتركز معظم زيادة في المخزونات في عدد قليل من الدول كما ستؤدي اضطرابات الصادرات وانخفاض الطلب على الواردات إلى انخفاض تجارة القمح العالمية لما دون مستوى عام 2021-2022 أعلنت وزارة الزراعة استمرار ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية من إنتاج الجهات التابعة للوزارة ومراكزها البحثية بكافة منافذها الثابتة والمتنقلة تنفيذ لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح أسيسي لمحاربة الغلاء وتبلغ عدد المنافذ التابعة للوزارة حالياً حوالي 243 منفذاً ثابتاً بالإضافة إلى 30 منفذاً متحركاً تجوب المحافظات والميادين العامة تابعة لقطاع الانتاج والزراعات المحمية وطرحت الوزارة بمنافذها كميات من الحوم البلدية بسعر الكيلو 150 جنيها والضان 145 جنيها والأرز البلدي بسعر 13 جنيها انتهت محافظة السيوت من تطوير وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى صدر بتكلفة إجمالية تقدر بما يقرب من 25 مليون جنيها وتعد الوحدة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بأسيوت وتهدف للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمعطنين يأتي ذلك ضمن أكبر عمليات تطوير تشهدها مستشفيات أسيوت على صعيد الإنشاءات والأبهزة الطبية الحديثة وفي إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المنظومة الطبية ورفع الكفاءة الفنية بالمستشفيات لتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمواطنين البسطة وتحسين وتطوير المنظومة الطبية تنفيذا لتوليهة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقا لرؤية مصر 2030 وستراتيجية التنمية المستدامة تعد المستشفى في الوقت دوها بالجهاز الحديث ده عشان استعدادا للمبادرة الرئاسية لتشخيص أمراض السرطان الصدر اللي هتكون المستشفى مشاركة فيه تشخيص أمراض الصدر طبعا لازم المريض بيحتاج أنه يعمل أشعة مقطعية عشان يتشخص بيتردد علينا في الفترة دي اللي احنا لسه بدقينها من 10 إلى 15 حالة يوميا طبعا ومنتظر أول ما تبدأ المبادرة الرئاسية أن الأعداد تتزايد بصورة أكتر بدأنا شغل فيه تقريبا من حوالي شهرين طبعا موضوع الأشعة المقطعية بالنسبة لمستشفى خاصة أنها مستشفى صدر شئ يعني فارق جدا على الأطباء في تشخيص الحالات وقلاجها وطبعا بالنسبة للمرضى كان المريض ممكن ييجي ويحتاج أنه يروح يعمل أشعة مقطعية في مكان تاني فتوفر الأشعة المقطعية في المستشفى شئ يعني مهم جدا جدا يعني فتوفر إجهاز إضافة كبيرة لمستشفى الصدر ومحافظة أصول بأكملها حيث يساعد في تشخيص معظم أمراض الصدر بالذات وخصوصا فترة الكورونا فيساعد في عمل جميع الأشعة المقطعية برضي بالمستشفى وبهذا نصل لكم لختم هذه النشرة ولا تبقرنا سوى التذكرة بأبرز العنوين الرئيس سيسي يوجه بإتاحة وحدات سكنية مخفضة للمواطنين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة كنائس التقويم الغربي في مصر تحتفل بقداس عيد الميلاد بوتين يؤكد أن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني وكياذة تواصل شن الهدمات على مراكز القيادة الروسية نهاية النشرة مشكلة لكم خصوة المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى